نبدأ بقيم التسامح يعني احنا عندنا في القرآن وفي السنة النبوية يعني نماذج كبيرة جدا وكثيرة عن التسامح عن الصفح الجميل عن العفو عن الصبر قيم مهمة جدا للأسف احرم لأفتقدها في هذه الأيام في أيام قل فيها الرضا وقل فيها التسامح بشكل كبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بجد الترحيب بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام والتسامح خلق من أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إليه القرآن الكريم ودعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة من ضمن الآيات القرآنية الكثيرة التي تحدثنا عن التسامح وعن العفو وعن الصفح وعن الأخوة والتذكير برباط المحبة بين المسلمين وبين الناس أجمعين قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال ربنا سبحانه وتعالى وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَنَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أرسى هذه القواعد من المحبة والإخاء والرضى والتسامح بين الناس أجمعين حتى تسود المحبة والإخاء في المجتمع ويصير المجتمع يداً واحدة لحمة واحدة كانت هذه الركائز أولى ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة المنورة يقول عبد الله بن سلام الحبر يقول أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إن جفل الناس إليه أسرع الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يروا نوره صلى الله عليه وسلم ويستمعوا إلى حلو كلامه صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن سلام إن جفل الناس إليه وكنت ممن جفل إلى رسول الله كنت من الذين أسرعوا إليه صلى الله عليه وسلم فكان من كلامه الذي استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام لما ننظر لهذا الحديث الرائع من كلامه صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن الإنسان لا يتسامح إلا مع أخيه ولا يتسامح إلا مع أحبابه ولا يتسامح إلا إذا كان محبا إلا إذا كان متحليا بالفضائل بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفش السلام كلمة عمّة بيقولها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف أنا إذا ألقيت عليك السلام وأنت ألقيت علي السلام ومن أمر عليهم ستسود المحبة بين الناس هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام أطعم الطعام صلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال بأن التسامح والإخاء والمحبة درجة من درجات الجنة بل موجب للجنة كلنا جميعا في الدنيا نصلي نصوم نعبد الله عز وجل نتقرب نفعل الخيرات رجاء أن نكون يوم القيامة في الجنة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم طبق التسامح مع من آذاه من بغى عليه من شتمه من ضربه صلى الله عليه وسلم تسامح معه وعند حضرتك مثال في لما عرض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل وذكرهم بالله عز وجل أن يعبدوا الله ويتخلوا عن عبادة الأصنام ضربوه وشتموه صلى الله عليه وسلم وأرسلوا الصبيان وراءه صلى الله عليه وسلم وجلس صلى الله عليه وسلم باكيا حزينا على هؤلاء الناس يدعوهم إلى الخير وإلى الهدى ولا يزالون معرضين عن هذا الخير فأرسل الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال قال له سيدنا جبريل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام يقرئك السلام وهذا ملك الجبال معي مره أن يطبق عليهم الأخشبين يعني هؤلاء يبادوا جميعا فماذا قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بهذه القيم وهذا التسامح وهذه المحبة كمثة العفو والعفو عنهم ليس في هذا الموقف حاسب بل إنه صلى الله عليه وسلم يعني إذا نظر الناظر بعقل قاصر في هذا الموقف سيقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الضعف أو في موقف الاستضعاف يسب ويضرب ويشتم حين انتصر صلى الله عليه وسلم بميزان العقل ودخل مكة فاتحة وقف صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء جميعا ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم اليوم أخ كريم وابن أخ كريم لو أني وأنت أو أحد السادة المستمعين والمشاهدين وضع نفسه أخ كريم وابن أخ كريم شريط كبير من الذكريات طوال عشرين عاما أو أقل بقليل يمر في ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن انطلقت الدعوة إلى هذا الموقف آذيتموه وأخرجتموه من داره طريضا وحيدا فريدا يلاقي الصحراء وتحذبتم عليه لقتله وجمعتم الجموع لقتله وأشعتم قتله صلى الله عليه وسلم وفي هذه اللحظة أخ كريم وابن أخ كريم فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنت لا يتوقف الأمر عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاس بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة الكرام على التسامح وعلى المحبة وعلى ألا يحملوا في قلوبهم على أحد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أعظني المقاطع لكن بكل تأكيد لنا في رسول الله وحسنة طبعا لكن إحنا في الدنيا جميل وحرم لتكلم تحديدا على وجود خلاف أو وجود اختلاف حتى في وجهات النظر بيبقى صعب شوية أنه نحن نوجد وقتها فضيلة التسامح أو حتى فكرة أن نحن نتعذر أو نلتمس الأعذار للشخص الآخر إزاي نقدر لو حد فيه شخص فرد على خلاف مع شخص ما على اختلاف حتى في وجهات النظر إزاي يقدر يوصل لفكرة التسامح أو حتى فكرة تقبل الاختلاف تمام إحنا عندنا قاعدة الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية طالما إحنا أنا مختلف مع حضرتك وحضرتك مختلف معي وهذا اختلاف سائغ يعني يسع فيه الخلاف خلاص أنت لك رأيك له كل الاحترام والتقدير وأنا رأيك ذلك له كل الاحترام والتقدير لا يكون هذا الأمر والتشبث بالرأي مدعاء إلى الخصام وإلى الهجر وعدم السلام والقطيعة قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالين فيعرض هذا اختلفت أنا وأخي فأعرض عني وأعرضت عنه فيعرض هذا ويعرض هذا من أفضل هذين الاثنين قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهم الذي يأتي إليه ويقول ألا تحب أن نختلف ونحن أخوة يا أخي إحنا اختلفنا في مسألة ولكن ما زال رباط الأخوة بيننا ما زالت المحبة بيننا وليس شد ضعفة فضلت الشيخ فيه ناس ممكن تبررها أنه ممكن تتشاف أو تتفهم على أنه ضعف جميل الذي ينظر بهذا عقله قاصر الذي يقول بأن هذا ضعف عقله قاصر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة الشديد ليس هو القوي الذي إذا دخل بين جماعة أبادهم أو قتلهم أو فعل فيهم الأفعيل ليس الشديد بالسرعة نما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذه القيم وهذه الأخلاق يرسيها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال لا يخبرني أحد منكم عن أحد شيئا ليس حد ينمو إلي كلاما أو يقول إنذر يا رسول الله فلان ماذا يصنع فلان ماذا قال لماذا يا رسول الله قال لأني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر سلامة الصدر هي نتاج من نتائج التسامح وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام جالس من الصحابة الكرام قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة كل الناس يعني من الجالس أبو باكر سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا عثمان مش موجود ممكن فهو ربما الذي يخرج عليهم يطلع عليهم من المسجد الآن يدخل عليهم سيدنا عثمان أو أحد من الكبار قال فدخل رجل رث الهيئة حالته يعني مش معروف حتى شراحي الحديث ما قالوا لناش هو مين رث الهيئة تقطر لحياته من أثر وضوئه علق نعله تحت إيبطه الشمال تلتة أيام يقول النبي يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة يكون هو هذا الرجل الحديث طويل سيدنا عبد الله بن عمر بن العاصر ذهب إليه وبات عنده ثلاثة أيام ينظر حال الراجل ده في النهار ماذا يصنع في الليل هل يعني يقيم الليل كله يقرأ القرآن يسبعه ما يفعل شيء غير أنه مع الناس يصلي الصلاة إذا كانت العشاء صلى ثم نام قام أبل الفجر فيش حاجة بيعملها قال يا أخي لم أرى لك كبير عمل شفتاك شيعني بتبكي من خشة الله ولا كذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلاسة أيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة تكون أنت الطالع ما هي ألو ما فيش هو بس إن انت رأيت قال له خلاص قال له خلاص فلما هم بالانصراف قال له الرجل يا ابن أخي ما هو إلا ما قد رأيت غير أني أبات ولا أحمل في قلبي هم ولا غل ولا حسد على أحد من المسلمين سيدنا عبد الله بن عمر بن العص قال له هي التي أوصلتك هي ديء اللي وصلتك وهي التي لا نطيق فضلت الشيخ من يتبعنا الآن أكيد حيتبادر في ذهنه هذا السؤال يعني كيف يمكن أن نتحلى بهذه الصفات صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف يمكن في ظل ما نعيشه من ضغوط اقتصادية وحياتية وظروف في بعض الأحيان تخرج الإنسان عن شعوره يعني في المواقف الحياتية اليومية كيف يمكن في ظل كل ذلك أن نتحلى بهذه الصفات الكريمة وأن نجاهد أنفسنا لأن هذا هو الجهاد الأعظم أن تجاهد نفسك أن تضبط أعصابك أن تكون قويا وأن تتماسك وتتمالك نفسك سعة الغضب وتتحلى بهذه الصفات التي فيها رضا وتسامح وعفو جميل المشاهد الكريم حين يسمع هذه الأحداث التي ذكرناها يعني تتوق نفسه ويشتاق أن يتحلى بهذه الفضائل هذا اشتاق قلبي محبة قلبية شعور داخلي الله عز وجل قال في القرآن الكريم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إذا كان هذا الشعور وهذا العزم والإصرار على أم تتحلى بالفضائل تكون سمحا مع الناس تكظم غيظك لا تبادل الشتيمة بالشتيمة ولا السباب بالسباب وتكون مقتدي ومؤتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ثانيا أن الإنسان حين يكظم غيظه ويسامح هو لا ينتظر من الناس لإنما ينتظر السماحة من الله عز وجل والجزاء من عند الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله شوف حضرتك الله عز وجل دعا للمسامحة والصفح حتى فين؟ يوم القيامة يوم القيامة الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يأتي يوم القيامة بإثنين متخصمين يقول يا رب هذا ظلمني الحديث دالو مطلع يقول سيدنا عمر رضي الله عنه كنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى فقلت يا رسول الله ما يبكيك قال رجلان من أمتي وقف بين يدي الله عز وجل قال أحدهما يا رب هذا ظلمني خذ لي منه خذ حقي منه نا يوم القيامة ما فيش إلا حسنات وسيئات قال الله عز وجل قد فنيت حسناته خلاص ما أش عمده راقل ظلم فلان واشطن فلان وعمل مع فلان خلاص ليس عنده شيء من الحسنات قال يا رب ليحمل عني من أوزاري يأخذ عني من سيئاتي قال الله عز وجل له في نهاية الحديث يأخذ ارفع رأسك فنظر فإذا الجنة بن أنهار والقصول قال يا رب لمن هذا لأي نبي أو أي صديق أو أي شهيد قال ربنا لمن يدفع السمن قال وما سمنه قال أن تعفو عن أخيك أن تتسامح معك قال يا رب قد عفوت فيقول الله عز وجل خذ بيد أخيك وادخولها إلى الجنة يعني أن تعفو أن تسامح وأن تصفح هي قيم قوة وليست نقاط ضعف أبدا وهي الفضائل التي علينا جميعا أن نتحلى بها أشكرك شكرا جزيلا الشيخ هشام محمد مرصفي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شكرا جزيلا لحضرتك نورتنا وشرفتنا شكرا جزيلا لحضور الجزيلا لحضور جزيلا drivers